ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف أدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازه قالتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف القيل وأنا خير منزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا نفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بطاعة في رحاله لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا يا أبانا هنع من الكير فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال ألا من كم عليه إلا كما أمنتكم على أخي من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بطاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بطاعتنا ردت إلينا ردت إلينا ونمير أهنا ونحبب أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أبسله معكم حتى تنتون موثقا من الله لتأتنني بإلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما تخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي أحقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آبا إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي ثم أدن معذن أيتها العير إنكم لسارفون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صباح الملك ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه موجد في رحل فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم استخرجها من وعاء أخي كذلك كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسر يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا جئيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليهم موفقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن ذبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن بلك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرطا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكر بذلي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون